قال نائب المدير العام للهيئة العامة لاصناع محمد العدواني ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مولى 1035 مشروعا في ثلاث سنوات بقيمة 177 مليون دينار العدواني في كلمة له خلال ملتغى دعم المنتج الوطني الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار صناعتنا فخرنا رأى ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لاهميتها في خلق الفرص الوظيفية لافتا الى ان الحكومة سعت الى خلق باجاذبة لرأس المال والاستثمار وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شركات مع اكبر الشركات وتأمين متطلباتها واحتياجاتها